الدفعات جديدة من الكليات العسكرية والمعهد العسكرية وشهد رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تخريج هذه الدفعات مع الكليات وذلك كان بمقر الكلية الحربية وطبعا خلال الحفل قدم طلاب الكليات العسكرية عرضا متنوعا تتضمن في عدد من الأنشطة الأساسية لحياتهم اليومية إلى جانب عروض الكفاءة البدنية وقوة التحمل بالإضافة أيضا إلى فنون الاشتباك والدفاع النفس والقتال المتلحم وخلال كلمته وجر رئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري مفهدها أن مصر ستعبر كل الأزمات يعني الأزمات الموجودة العالمية الراهنة إن شاء الله بسلام كما حدث تماما مع أزمة كورونا وما تبع من أزمات كورونا تعالوا كده نستمع لهذا الجزء من كلام السيد الرئيس بفضل من الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله سنعبرها بخير وسلام وأتصور نحن كلنا متابعين كل المصاعب الموجودة ليس عندنا في بلدنا بس في الدنيا كلها لكن زي ما قلت كده الأزمة بتاعة كورونا اللي استمرت سنتين تقريبا عبرت بسلام بأثارها يعني لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى والنهاردة احنا موجودين بنقول خلاص يعني احنا نقدر نقول ان الموضوع ده يعني أثاره بقت يمكن التعايش معه برضو الأزمة اللي احنا موجودين فيها دهية حتى لو كانت لها أثار صعبة علينا دلوقتي لكن أزمة هتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى اللي يبقى يبقى تبقى الأوطان اللي يبقى تبقى الأوطان تبقى البلاد يبقى الاستقرار يبقى الأمان يبقى السلام تبقى تبقى إن كب شكرا